القلب موقفش القلب لسه بيمبض ومستنيكي هو عمر عمل عملية عملها عملها ونجحت ورجع احسن من الاول كمان مبروك يا هودا الف موقوق الحمد لله مبروك عليك انت كمان لان من النهاردة بقالك في عمر زي بالزبط ويمكن اكتر كمان ما تقوليش كده ربنا خليه ليكم ومحرمكوش من بعض ابدا ومحرمناش منك ده انتي السبب في اللي احنا فيه ترجعتنا روحنا جمعتينا بعد ما كنا هنفترق اديتينا امل في بكرة الحمد لله الحمد لله عايزة بقى بعد كل ده يسيبك تعيش لوحدك كل واحد بياخد نصيبه يا هودا علشان كده نعم انا جايا لك النهاردة وجايبة معايا نصيبك نصيبي؟ ايوا نصيبك انا جاي اطلق ايدك النهاردة لأشرف جوزي ايه ده ده الغداء بتاع ساعدتك كل يوم صلتة وطونة صلتة وطونة انا زهقت بقى دي تعليمات الدكتور يا ساعد بيه وده كل عشان مصلحتك بس انا شامي مريحة بيتزا دي اكيد جاي من برا مش من عندنا طب اقفلي الزفت الشباك انا مش نقص عذاب تحت امر ساعدتك لا لا الريحة دي لا يمكن تكون جاية من برا الريحة دي من جوه ايه اللي انتو بتعملوه ده يا ساعد بيه في ايه تقلبين الشركة مطعم ولا ايه ساعدتك دي ساعة الريحة بتاعتنا وقلنا بدل ما ننزل في اي مطعم مريم جبنا قتلينة هنا ونوفر وقت للشغل ما انت تتفضل معنا يا ساعد بيه ساعد بيه له نظام خاص في الاكل لو سمحتوا خلاصوا بسرعة عشان تكملوا شوفوا برا حضرتك قلت ايه يا ساعد بيه بقول لكم اطلعوا برا كلكم خير يا ساعد بيه حصل ايه من النهاردة مفيش اكل في الشركة فاهمين مفيش اكل في الشركة برا ايه ايه ده ايه ده يا سيم مختار ايه اللعب دي كلها هي يا لعب وبس ده انا جدت له سرير كمان جاي وراي في السكة عشان ينام معانا هنا في الوضة ينام معانا في القوضة ده ايه امال فين ام امه هتاخده تلات ايام وانتي تلات ايام اه عشان يتعود عليكم انتو الاتنين ويوم الاجازة بقى هنقضيه كلنا سوا مع بعض هظن دي اسمة العدل زي ما ربنا قال ما ينفعش كده والله العين لازم يفضل في حضن امه قلتلك انت امه انت زيك زي فرحة تمام والنبي بقى ما تنكفيني انا ما صدقت رسيت على الحل ده واقنعتها بيه يعني هيا وفقت علي كده طبعا هي تاجره ترفضي طلبه بس انت مخدتش رأيي يا حبيبتي هو انت كن لكي رأي تاني بصراحة كده انا شايفة ان حكته تروح بيت امه عشان ياخد على مكان بعينه ما انا جبت له نفس الحاجات هناك عند امه ايه ده يعني انت جبت له سريرين جبت له من كل حاجات اتنين عشان لو رح هناك او جيه هنا يلاقي الحاجات اللي هناك موجودة هنا ايوه بس ايه كده